السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في السنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نحن نحل فرض الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية تلاحظوا أبنائي باللي وريد لكم الملخص فعن تعدلنا ملخص على الدروس التعنا اللي رانا نقرأ ومبغاف معنتها موجز أو مختصر من مقال حقيقي وقدرت لكم كذلك يعني ملخص الدروس كاملا وقدرنا كذلك كيفاش نديروا وضعية إدماجية إذن إن شاء الله نحطها لكم كامل في رابط الوصف بش قد ما راجعنا وحلينا الفرض قد ما إن شاء الله نتحصوا على علامة ممتازة في الفرض على المدرسة تعالى يلا بدون إطالع كيفاش ندارين ديروا نقرأوا أولا باللغة الفرنسية نترجموا إلى اللغة العربية ونقرأوا الأسئلة ونفهموه ونبدأ الحل في الأخير إذن يلا نبدأوا بالتكست تعالى وشو يقول لي معنتها ستة أشخاص لقوا مصرعهم ماتوا وواحد وراهوا يعني بلاسي معنتها مجروح مفهمة دانزا نكسيدون دلاغوت معنتها وفاش فاد الكسيدون هادي أكسيدون صرت حادث مرور أو يقول لي سوروينو ايار أمستغانم معنتها كانت في المنطقة اللي أمستغانم وطبعا الباريح لك وعطيني كامل سي 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 تي تي الأكسيدون سي برودوا او نيوو دي شماء رليان لكمون دي مسخة وطوهرية الحادث بالتحديد صار في الموقع والشمع الطريق اللي يربط ما بين مصر وطوهرية هادو جايين في مسغانم على سويت دون مانوغ دانجوروز دان تاكسي كانت من طرف مناورة خطيرة لسيارة اجراء كي تنتم دوبلي ان تراكتور هادوك سيارة اجراء كانت رايحة حبة ولا حبة دوبلي وشنو يعني تراكتور اي انتخي ان كوليزيان اوك ان كاميان غولان ان صانس انفرس معنتها وستادم وشنو بشاحنة كانت جاية من الطريق المعاكس فزون سو سور لكو سنك مور دوبليسي معنتها في الحين ماتوا ولا لقاوا مصرحهم خمسة اشخاص وزوج كانوا جرحا دان زنغغاف معنتها في حالة حريجة السيزيام هذا القبيل يلا ديما نقول لكم قرأوا التكست تعكم على الاقل مرتين اوكي يلا بالنسبة لكيسون اللولا اكل تيب دو تيكست اپارتين سو غيسي معنا معنتها في ماذا يدخل هذا النص في تيب معنتها النوع اكسبليكاتيف او بيا ناغاتيف او لا انفرماتيف اسكيرا يعطيني تفسيرات او لاو يحكيلي او لاو يعطيني دزينفرماشون اللي هي المعلومات اوكي احن نختاره واحدة دو كمان نمطن س جور دو تيكست مانتا كيفاش نسمو هادا النوع من النصوص سهلا جدا اذا لننقلو فيها تخوى كالي لسوخص دو سو تيكست لسوخص معنتها المنبع منين جبتها رح نقلوها مع بعض اكل كاتيجوري اپارتين تيل معنتها الكاتيجوري معنتها المجموعة اللي يدخل فيها هادا النص احن نشوفو وشنو معنتها تيب سوخص كاتيجوري هادو كم الابنائي لازم نعرفهم باش اذا طحوا لي انجاوهم دو كال ربريك فيجور تيل معنتها لربريك حنشوفو وشنو معنتها كذلك او يقولي وشنو مع حنشوفو مع معنها اللي بعدو قال لي اسك اكسيدن معنتها وعطاني لشو هل دخ في الاكسيدن ولا دلي ولا كاتسخوف ولا مفا سهلة جدا اوكي غلاف دو تيكس كاتر مو اپارتنان وشن لكسيكال دو الاكسيدن اج بدلي من نص اربع كلمات تدخل في الحق للدلالي تاع الاكسيدن معنتها عندها نفس المعنى تاع الاكسيدن ادن اللي بعدو رويقولي complete لتابلو سويفان كي كوا كون اي كون 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 وش سرع كون معنتها متى سرع او 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 نفا رويقولي غلاف دو تيكس ان ان اندكاتر دو تن او ان اندكاتر دو لليو اندكاتر دو تن معنتها اللي هضر اللي على المكان يلا كون جو للي برب و باسي 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 اسهل من نو مكاش او 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 عندي بالنسبة يعني هدا وش عندي اعطوكم واحد فقط دو نقيلو إلا المستشفى يعني الزحايا دوز و أخيرا دون ان تيتر معنها أعطيني عنوان بالنسبة للنص التاعك اللي قريتو بالنسبة للبروديشوني خيت أبنائي طبعا كي ما وريتلكم تماما أحي أعطيني هو الطابلو ويقول لي انت اكتب بغاف تاعك بالنسبة إلى كوا أو كامو وبركوا وريتلكم تماما حي تحلي مثلا كوا اللي هنا ويقول لي مثلا وين في البليدة الزمن اللي 26 أكتب 2018 كيفاش لأنه كانوا في نفس السكة بغاف معتاوش صرا إلى غري ذلك ويقول لي من نساش نعطي ومن نساش ومن نساش وكي إذن هذي رح إن شاء الله ندير عليها وضعية إدماجية وفهم أبنائي إذن يلا نبدأ التصحيح تعناته هذا الفرد مع بعض يلا أبنائي كل جمعة ولا كل سؤال نفهمه ماذا يعنيه إذن مدام لتي بتاعي اللي هنا أبنائي ناخد نشوفه ما هو يعطيني اكسفليكاسون ما يعطيني انفرماسون معتها ما هوش يعطيني حاجات اللي حنس حقهم تفسير او إذن نغاتي فو يحكي اللي حكاية تعوشنو هذ الحديثة نفهم إذن اللي هي حقيقية غيال أوكي دونك هذا بالنسبة لتيب معنته النوع يلا لجور معنته ما نوعه إذن أبنائي نروحوا لتشوفوا اللي هنا جبناها من جورنال إذن لجور تعو جورناليستيك معنته جاء من جورنال معنته جاء من جريدة يلا لا سوخس منكسرو شرصنا نروحوا إلى الحاجة اللي تكتبتلي للاخرة جورنال لبيرتي ل 23 نوفم 2022 هذك يلا سوخس معتها اللي منبع مني نجبتو وكي دونك نعود نكتبها كيما راهي بلادات بلليو اتساترا كاتيغوري أبنائي وش أنا نقرأ أني نقرأ في بغاف بغاف اللي هي موجز كاتيغوري معتها ما نوع النوع تعال نص هذا وكي دونك ربريك وش صارت في أي ويني صار يا هذي لغبريك إذن سوسيتي معتها صارت في المجتمع إذن تلاحظوا بالليغبريك دايما نحطوها سوسيتي لأنه رح يعطيكم حديثة صارت في المجتمع وكي إذن خلوها في بالكم وكي كاتيغوري وبالنسبة لغبريك ما حش يتبدلو في الفصل الأول إذن يلا ما دام لفن مرتاعي وش كان ما كاش مثلا كتسخفنا تشغل معتها حديثة تعطبيعة ولا ما كاش قتل يعني انتها جونح تعال قتل إلى غري ذلك بإنما كان أكسيدون لي هي الحديث تعال المرون وش هو يقولي لبعده قال لي أعطيني أربع كلمات تبين لي ولا شان لكسيكال تعال الأكسيدون قلنا أي حاجة تدل على الأكسيدون نكتبوها مار اللي هما الموت بلاسي الجرحة كوليزيون لية صادم فيكتيم باريزون زعمة غراف عندي كدلك لوبيتال إتساترا كيدون كدو كامل نقدر نكتبهم لأنهما الحق للدلالي تعال الأكسيدون اللي هي الحديثة يلا نكملو طابلو التاري كي يقولي كي معنتش كون هما الناس اللي ماتوا اللي نجرحوا إلى غريبة اللي هنا نكتبوه سي بخصون أنا ويهدر لي على سي بخصون نكتب ستة يلا أبنائي سي بخصون ونقدر تاني نكتب أيضا بليسي يعني صحيح إذن وش صار لهم هذو كل الجرحة والقتلة طبعا أكسيدون دي لغوت معنتها حادث مرور وقتش يار يلا أبنائي سي بخصون ماتوا واحد بليسي هذي نكتبها في كي شكون وش صار لهم كوا أكسيدون دي لغوت وقتش يار بعدها الزمان كي قولي كم مثلا إذا قال لليو أبنائي نقول أمستغان يعني في أو يعني هو ما يكتبوها لكم شلهنا وإنما يكتبوها لكم أو إذن نكتبوا مستغان لكونسي كونسو شنو هما النتائج ولا تبعا لذلك الأكسيدون والسرى نقول خمسة ماتوا زوج نقلوا إلى الإسعاف يعني نقلوا إلى المستشفى وواحد يعني كان إذن نكتبها مننا 5 مار إذن إذن حتى إلى لحبيتال إذن هدا كامل الكنسي أو النتيجة تاع هذا الحادث كيف كيف قال للي يجب من نص إنديكاتور دون مع تحاجة بيينتلي دون هي إياق أوكي ذلك يعني دارونا زادو سوار يعني البارحة مساء إنديكاتور دون مع تحاجة هضرتلي على لليو تحبو تكتبو لليو مستغنم التسيطق كيف حبيتو مع تحاجة هضرتلي على المكان طن زمان ليو مكان إذن يلا حطيلي في إذن إذن إبناء يرهم بزاف يعني هادو كثيرا أو يقول للي نفقلها بلي يلا يعني الإسعاف إلى غير ذلك إذا تولي هذي بالنسبة إلى الباسي كومبوسي أبناء اللي فهمناه بالمختصر المفيد في الدروس السابقة للي بلي سي ذر ل هذي بالنسبة الباسي كومبوسي بس هل أقول مشي كيف كيف كيمال هه نشوف للي فيكتيم سان تيفاكوين زيد لها أس لأن علش للي فيكتيم للي فيكتيم أبنائي رهي جمع زيد لها أس وأيضا مؤنث إذن جمع مؤنث رح نزيد لها أس بالنسبة للي تختار خير أي تيتر حبيتو مثلا نعطيكم مثلا حادث خطير حدث في مستغانم أو أكسيدن مستغانم أتس تكون فقط للي تختار يكون صحيح بالنسبة الوضعية إدماجية أبنائي نعطيها نحطها لكم في رابط الوصف نفس الشي نريكم باش تبدو باش تكملوا وكيف نكتبها باستعمال الجدول المساعد فقط وندي حتى 7 على 8 ونمر ما فهم وما يكون عندي أخطاء إملائية ولا غير أوكي قلنا باستعمال الجدول المساعد فقط إذن هذا أبنائي كان بالنسبة لفرض اللغة الفرنسية للثالثة متوسط كالعادة أبنائي اللي عندوا أي سؤال لا يستفسار خليوا لي في التعليقات نجوم إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر